السلام عليكم أحبائي الطلبة معكم المعلمة دعاء الكردي من روضة وأكاديمية العزيز النموذجية في الصدق يوم إن شاء الله سنأخذ من مادة التربية الإسلامية للصف الثالث درس آداب الحديث لنعرف معنا الحديث وآداب الحديث آداب الحديث هي الآداب أو الأخلاق التي يجب أن نراعيها أثناء الكلام أو الاستماع وهو حديث بين شخصين أو أكثر يتم تداول الكلام بينهم بطريقة متساوية ويغلب عليها الهدوء والحوار الهادف والبعد عن الغضب والخصومة آداب الحديث أتحدث بصوت هادئ فلا يجوز أن أرفع صوتي أثناء الحديث أستمع لمن يحدثني ولا أقاطعه أناقش الآخرين وأحترم آراءهم ولا أستهزئ بهم إذن هناك مجموعة من الأداب التي يجب أن يراعيها المتحدث أثناء الكلام وهي واحد أستمع لمن يحدثني ولا أقاطعه اثنين أتحدث بصوت هادئ ثلاثة أناقش الآخرين وأحترم آراءهم ولا أستهزئ بهم الآن لنفتح كتابنا المجلسي صفحة ستة وثلاثين ونحل التمارين والسؤال الأول أملأ الفراغات الآتية بما يناسبها من الصندوق ألف أستأذن معلمي إذا أردت أحسنتم الحديثة با أصدق في حديثي ولا أكذب أحسنتم أستمع إلى الآخرين ولا أقاطعهم في أثناء الحديث دال أتحدث بصوت هادئ أحسنتم فهذه جميعها من آداب الحديث اثنين ضع إشارة صح أسفل الصورة التي تمثل السلوك الصحيح وإشارة إكس أسفل الصورة التي تمثل السلوك الخطأ في الصورة الأولى ماذا ترون أحسنتم معلمة وطلاب داخل الغرفة الصفية وهناك طالب يستأذن قبل الإجابة برفع يده هل هذا السلوك صحيح أحسنتم هو سلوك صحيح فأضع إشارة صح في الدائرة الصورة الثانية ماذا ترون فيها أحسنتم معلم وطلاب أيضا داخل الغرفة الصفية وأثناء الشرح هناك طالبان يتحدثان معا هل هذا السلوك صحيح أحسنتم سلوك خاطئ فأضع إشارة إكس تحت الصورة كان هذا درسنا لهذا اليوم وأجبكم هو حل هذه التمارين على الكتاب وحل النشاط صفحة 35 ونسخ آداب الحديث على الدفتر وحفظها دمتهم دائما بخير ولأن سلامتكم تهمنا التزموا التباعد الاجتماعي واخصلوا أيديكم جيدا بالماء والصابون ترجمة نانسي قنقر